بسم الآب والابن والروح القدس موضوع الأنبياء الكذبة بدأنا فيه المخضرة اللي فاتت وقلنا ان كلمة الأنبياء الكذبة هنا تحمل معاني كثيرا فتحمل معنى الأنبياء فعلا اللي بيقوا يكونوا أنبياء كذبة والمسحاء الكذبة والمعلمين الكذبة وأيضا الشياطين اللي هم بيظهروا في كل دول احترزوا كلمة احترزوا يعني خليكم حكماء وفاهمين وما حدش يضحك عليكم في بعض الناس يفتكروا أن البساطة في المسيحية تعني أن الإنسان كشخص بسيط بيقبل أي حاجة لكن السيد المسيح ما قالش يكونوا بسطاء فقط ألكونوا بسطاء وحكماء بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات والبعض ساعات بيفهم غلط الآية اللي في كورونسوس الأولى 13 في الكلام عن المحبة اللي بتقول المحبة تصدق كل شيء كلمة المحبة تصدق كل شيء مقصود بيها محبتك لله تخليك تصدق كل شيء يقوله ربنا لكن المحبة للناس لازم تكون حكيمة احترزوا من الناس يأتونكم أحياناً بالثياب الحملان وهم ذئاب غطفة لكن من محبتك لله تصدق كل شيء لما ربنا يقولك يعني أبواب الجحيم لا تقوى عليكم سدق الكلام لما يقول لا تهتموا بما تأكلوه ولا تشعبون سدق الكلام لما يقولك أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر سدق الكلام ده المحبة تصدق كل شيء من جهة محبتنا لله وبالنسبة للناس ما نكونش شكاكين لكن نكون محترسين ومدققين في فرق بين إنسان شكاك يشكه في كل حال دي حاجة وحشة وأيضاً ضد المحبة حتى بالنسبة للناس ولكن في إنسان ما عندوش مرض الشك لكن في نفس الوقت حريص وحكيم ويحترس مش أي واحد يضحك عليه زي الناس مثلاً اللي يضحكوا عليهم أشخاص عاملين شركات وهمية لبيع الشقق لبيع الأراضي ويبيع الشقق لسبعة تمانية وياخد الفلوس ويمشي ويقول ضحكوا علي ضحكوا عليك وأنت فين عنيك فين عقلك احترسوا من الناس واحد يقول لك ده شخص كويس وأمين عارف لما تيجي تشتري حتة أرض تعمل إيه تفتش في الشهر العطاري هل هي مباعة هل هي مرهونة هل هي كذا 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 عقلك في مخك دي معناها شكاك مش شكاك لكن الحرص كويس الحرص هي كويس احترسوا من الناس خليكوا حكمات ممكن تبقوا بسطاء لكن بساطة منزوجة بالحكمة الكتاب بيقول الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلب في الزلاو بيقول احترسوا من الأنبياء الكذبة والسيد المسيح نبه لحكاية الأنبياء الكذبة دي في مدى 24 وهو بيتكلم على علامات نهاية الأزمنة قال انظروا لا يضلكم أحد لا يضلكم أحد يعني خليكوا أقوياء في شخصيتكم ما فيش أي حد يضللك انظروا لا يضلكم أحد قال يقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين من جهة التعليم لازم الإنسان يكون خريص أنت فكركم ليه التواقف الغريبة انتشرت في مصر لأن الناس ما عندهمش هذا الحرص ما عندهمش هذا التدقيق أي واحد يخش له البيت ويقرأ الإنجيل أو خلاص أو بيقولك بيقول كلام ربنا ويقبلوا مهما كان التعليم غريب كلام ده بيصح في كولوس 2-8 بيقول انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح ويحنى الرسول المشهور بالمحبة باستمرار بيقول أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح لا تصدقوا كل روح بل امتحدوا الأرواح هل هي من الله امتحدوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم ويقصد بأنبياء كذب يعني معلمين كذب يعني مش أي واحد يقولك كلمة تقبلها على طول امتحنوا الأرواح لا يضلكم أحد لا يسبيكم أحد خلي عقلكم في متنبه متيقز واخد باله من كل كلمة بل إن القديس يحنى اللي هو مشهور بالمحبة قال إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشغير لو كنا بالشكل ده ما كانتش الكنيسة ضاع جزء كبير منها وسط الطواقف الأخرى ناس بيضلوا كثيرين زي شهود يهوى والسبتيين مثلا شوفوا بيعملوا إيه ياخد إنجيل ويخش والإنجيل بتاعه مترجم ترجمة خاطئة توافق عقائده يقول لك ههي الآية بتقول ويعين الشخص الغلبان يفتكر إن الآية كده بتقول وهي ما بتقولش فأنتوا انظروا لا يضلكم أحد لازم الإنسان يكون دقيق ولا يقبل كل تعليم من جهة الزئاب الخاطفة بولس الرسول بيقول في أعمال عشرين آية تسعة وشرين وثلاثين لما من ميليتوس أرسل إلى أفسوس واستدعى كهنة الكنيسة الإكليروس يعني كل أسقف وخصوص من ضمن كلام ألهم لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم لذلك اسهروا خليكم صحيين منكم أنتم لأن برضو الخطأ في التعليم جايز أحياناً ييجي من جوة الكنيسة وأحياناً من برى الكنيسة فخلي بالكم كونوا متيقظين وخلي عنيك وفرسكم ما يهموكوش أن يأتي الناس وهم ذئاب خاطفة السيد المسيح قال لتلاميذه في متة عشرة ها أنا أرسلكم كغنم في وسط زئاب فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام ولكن احذروا من الناس احذروا من الناس خلي بالكم مش أي واحد يجرك تمشي وراء ساعات فيه ناس بيفهموا الوداعة والتواضع غلق يفتكر الوداعة والتواضع والطيبة يعني واحد يربطه بسلسلة ويمشي به لا يا حبيب تكون متواضع ووديع وعقلك كويس جداً ومتنبه واخد بالك من كل حاجة واحد يقول لك حاجة وقال له لا الحكاية دي مش مزبوطة ده الكتاب بيقول وبيقول وبيقول ما السيد المسيح اعطانا مثالاً اول واحد جهل العالم في ثياب الحملاء وهو زئاب خاطفة الشيطان رحل حوف قال لها بقى معقول رباني يحرمك من السمر الحلوة دي معقول رجل بيشفق عليه ده انت لو كنت منها تبقى زي الله تصيراني مثل الله عارفين الخر والشر ده انا جاي انصح انا بدور على منفعتك انا عايزك تبقي ترتفع وتجبر وتبقي زي الله اوعي اوعي تتحرب من الشجرة الخلوة دي سياب الحملاء بيدور على راحته بنفس الاسلوب بقى معقول تكون ابن الله ويسيب الجعان على الجبل ده الوضع السليم خاطفة من هذا النوع الناس يقول لك سياب ايه يا عم ده الصوم صوم القلب الصوم صوم القلب هو الصوم يعني العدس والفول المدمس لا الصوم هو صوم الفكر صوم القلب الله اله قلوب تاكل ما تاكلش بيهمش اله قلوب يلا اخذ قوي نفسك كده وتأكد لو كنت تاخد صحة تمام تساعدك على الصلاة تساعدك على الجهات تساعدك وربنا عايز يموت الجسد ده بيقول لك يقيد جسده ويوبيه وايات سياب الحملاء ده رجل بيدور على مصلحتك وبيقول لك انا خايف عليك من الصوم احسن تضيع صحتك ويجي لك الشيطان في بدء الصوم ويلقى عليك محاضرات طبية في البروتينات والاحماض الامينية الرئيسية والفرعية وما يلزم جسمك من بروتين ومن كالسيوم ومن فيتامينز ومينيرالز وشغلانة يلزمك عجات كتير ويقول لك اسمه يا اخ جسدك ده امانة امام الله وديعا انت لازم تحتفظ به ولما تهلق جسدك يبقى بتقصر في هذه الوديع على ربنا الدهات يأتونكم بذياب الحملان وهم ذياب خاطفة اللي بيجي لك يوري لك انه بيحن عليك وبيقول لك ما تصومش او من امثلة الزياب الخاطفة وثياب الحملان واحد ييجي الامرأة يقول لها ايه ده يحرموك ابن الكنيسة ليه في الفترة الشهرية بتاعتك كلام ايه ده هو التهضل المرأة ده انت تثوري وتضيي عالكنيسة دي اللي بتعمل المساق معامل وحش هو ربنا يهمه الجسد جسد ايه وبتاع ايه مدام روحك طيبة روح الكنيسة وخش وما تتتوليش ليه هيلاخ ببا ثياب الحملان وهم ايه ذياب خاطفة بينما ييجي الشخص التاني بتاع الباب الديق قول لها لا يا بنتي خليك متواضعة واعرفي ان العدرة نفسها لما بلغت سن البلوغ اخرجوها من الهيكل فانت مش احسن من العدرة يقول لها كلمتين كده كويسين يفوقوها من نفسك لكن اللي يجي لك بسياب الحملان ويقول لك نصايح ايه لازمة الصوم ايه لازمة الحرمان من الكنيسة فترة موينة طب والجسد زنبو ايه مهي طبيعة الجسد كده ده شغل ذئاب خاطفة خليكوا عاقلين وحكماء وما فيش حد يضحك عليكم من امثلة هذا الكلام او الطريق الواسع اللي يقدمه ليك علشان تمشي فيه كنوع من الحنوب والشفقة يقول لك ده احنا في حرية مجد اولاد الله نحن لسنا تحت ناموس بل تحت النعم احنا نطوع اوامر ووصايا لتبقى شخص ناموسي وانت رجعت لتبقى زي الناموسيين ربنا حلك من الوصايا وحلك من الناموس واصبحت ايه في الحرية هو حرية مجد اولاد الله يعني تخضي ده الانسان الحر هو اللي تحرر بالخطيئ يبقى بيتحك عليك ده كلام زي العسل وهو سم قاتل يعتونكم بثياب الحملاء يحدسك عن الحرية وانه ميبقاش في ناموس طب والجاهد ليه ايه لزوم الجاهد يعني مدام ربنا خلصت ما فيش جهد اللي هنرجع ولا ايه الوضع السليم ان اللي يقول لك كلمه ولو يدخلك من باب تديق هو اللي بيوصلك لكن الكلام اللي ما يوصلش هو الكلام اللي يبدو كده لين وعسل وكله ولكن ما ينفعش ابدا زي اللي يقولوا ايه المعنى من الزواج المختلط وتتجوز من اي حتة ومن اي مذهب ومن اي دين فيه ايه صدقوني البعض بيعملوها حتى في الكنيسة نوع مش في الارتودكسية طبعا تسهيل الحياة بحيث انها تفقد الروابط والنظم والسياجات الروحية دي ثياب حملان وهي زياب خاطفة الوضع السليم ان الانسان يكون مفتح انيه تعجبني ايه قالها معلمنا القديس بطرس الرسول وباستمرار بحفظها لطلبة الكلية الكليريكية ويريد كلكم تحفظوها بيقول ايه مستعدين في كل حين لاجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم يجيلك انسان ويجيب لك اية تقول له بس مكتوب ايضا ويجيب له بقية الايات اللي على الموضوع ما يقدرش عليهم احترزوا من الناس يجيب لك اية علشان يدخلك في عقائده الخاصة تقول له لا يا حبيب الكتاب المقدس ليس اية هو كتاب نأخذه كله كله مكتوب كذا مكتوب ايضا كذا وكذا وكذا يعرفنا ان هو مش ادك ادي الشخص القو الشخصي يقول الناس وهو مزئاب خاطفة يقدر عليهم برضو القديس اغسطينوس الكلمة لطيفة قال المسيح بيقول ها انا ارسلكم كحملان وسط زئاب طب وبعدين هل قدرت الزئاب على الحملان ده زئب واحد وسط الحملان يضيحه ايش حال لما يكون الحملان هم اللي وسط الزئاب وزئاب الناس اللي بيجوا في سياب الحملان جايز يكون لهم تقوى ظاهري وطاخي الهرتوقي كان اتقى رهبان القسطنطيني كان اب رهبان ورئيس دير واب روحي لكل رهبان للدير له سياب الحملان ومع ذلك قدم للعالم هرتقى كادت تضيع الكثيرين فجايز فيه تقوى ظاهري تلاقي انسان يجيلك صامت ما بيتكلمش غير كلمتين قليلين زاهد لابس ملابس غلبانة خالص وتفتكر تقول ما فيش هو ده بتاع روح القدس لا خليك مدقق ولا تحكم حسب الظاهر جايز ييجو في سياب الحملان التدقيق الشديد يقول لك دي حرام ودي مش مظبوطة والكتاب بيقول زي الفريسيين كانوا يدققوا على كل حاجة ده كانوا يقولوا للسيد المسيح ازاي تلميذك ما غسلوش ايديهم قبل الاكل على حسب تقليد الشيوخ ازاي يكلوا بايدي نجسة اعتبروا الايد اللي ما غسلتش قبل الاكل ايد نجسة كانوا مدققين جدا في حفظ السبت لدرجة المسيح يعمل معجزة في السبت يبقى الدنيا خربت يقولوا له درجة خاطئ جايز فيه ناس يبدوا مدققين لكن يقدموا تعليم مش مظبوط خلي بالكم من التعليم اي امكان مصدره حتى لو جالك من شخص كبير حتى لو جالك من شخص يبدو مدقق حتى لو جالك التعليم من شخص يبدو تقي طبعا لا لازم تفحص كل شيء او يجي لك واحد يقول لك يقول للروح على فم فلان هو من قال للروح اللي قال او بعض ناس تلاميذهم يعطوا فكرة عنهم زي ما يكونوا قالها تروحت قبل واحد تلاقي تلاميذه يقبلوك في الاول يقول لك فلان ده قاعد مع روح القدس قاعد مع روح القدس اصله لازم يقعد لوحده يتلقى من الله ما يقوله للناس تبتد انت تخاف او يقول لك عارف انت لما تقعد مع فلان هيكون عارف كل اللي انت عايز تقوله قبل ما تقول ربنا بيكشف له كل حاجة فاول ما تلاقي كده انت نفسك تبقى خايف وتافق بسياب الحبلان لا خلي عقلك في دماغك وافهم كل حاجة واي كلمة تتقلك كونوا مستعدين في كل حين لاجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء اللي زي فيكم او يقول لك الستة الفلانية اللي في البيت الفلادي بيجيلها رسائل من الروح القدس بيجيلها رسائل من الروح القدس وهتديك رسالة لما تفوت عليه لكلام اهدى كلها ثياب الحبلان خلي دايما الفحص الروحي عندك ميزوا الارواح امتحدوا الارواح لكي تعرفوا هل هي من الله ولا لا لان انبياء كذب كثيرين قد دخلوا الى العالم فلا تختر بكل هذه المظاهر او ناس يقول لك البيت الفلاني بينزل منه زيت منصور تبقى تكون نتيجة ايه كل اللي يقولهولك تمشي وراه تقول لي عم ده نزل زيت في بيتهم ده اللي بيقولوه ده من ربنا لا امتحنوا الارواح ميزوا لان انبياء كذب كثيرين دخلوا الى العالم او جايز ييجوا بانشطة كتيرة تلاقي مجموعة جاتوا نشاط كتير او جايز ييجوا بخدمة للفقراء يدي الفقراء من هنا ويدي الفقراء من هنا ويكسبوا الناس بسياب الحملان هل فيه انسان يبيع عقدته او ايمانه من اجل مساعدات مادية لكن هذه بتحدث احيانا او ييجوا معاه الانجيل يقول لك عايزين نسمع كلمة ربنا عايزين نسمع ايه كلمة ربنا طب انت يا اخي مين ائتممك على انك تقول كلمة ربنا ويفتح الانجيل ويقولك اي حاجة وفيه ناس بسطة كثيرين يقولونهم غلط نتكلم كلمة ربنا مش احسن ما تقعدوا تمسكوا صرت الناس يلا بينا على الانجيل وانت مش عارف اللي هيقوله ولي ايه تفسيره ولي ايه كلامه او يستخدموا الايات وبرضو بيختاروا ايات معينة تثبت اللي عندهم فيه كلمة عجيبة جدا قالها القديس بولس الرسول في رسالته الثانية الى اهل كورونسوس كورونسوس التانية اصحاح 11 ايه 14 ايه 14 و 15 شوف بيقول ايه بيقول مثل هؤلاء رسل كذبة فعل ماكرون يغيرون شكلهم الى شكل رسل المسيح ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور فليس عظيما ان كان خدامه ايضا يغيرون شكلهم كخدام للبر ماهو الشيطان احيانا يأتي في ثياب الحملان يأتي في ثياب الحملان بيقولك يغير شكله بهيئة ملاك نور فانت تشوف اصادك ملاك تقول خلاص هو يكون شطان ده تقرى في بستان الرهبان اشياء كثيرة جدا عن الرؤى الكاذبة والاحلام الكاذبة رؤى كاذبة واحلام كاذبة وكلها من الشيطان يغير شكله بهيئة ملاك نور ويقدر يعمل كده ده مرة القديس الانبا غليون غليون السائح القديس الانبا غليون كان رجل راهب فاضل جدا وعاش تسعين سنة لم يخرج من باب الدير كراهب وكان لا يقصر في التسبحة ولا في صلاة نوص الليل ابدا فالشيطان حبه يصطادو فمرة من المرات بص الانبا غليون لقى اقصاده راهب تقي كده نحيل القابخ زاهد رفيع ناسك قال له مين قدسك تبقى مين قال له انا احد السواح واحنا سواح عددنا اتناشر ولازم يفضل عددنا اتناشر واليوم مات واحد فينا ولازم نكمل العدد طب وبعدين ما لقناش غيرك عشان تنضم لنا واش معنى انا يعني ده انا رجل غلبان قال له لا الشيبة والهيبة والمعرفة والوقار والتقوى والقداسة وقعد يكلموا سياب الحملان لغاية لما خدوه قال له بس اسمع الشغل السواح ده اسرار مش بصول حد يعرفها لا تقول لأي أب في الدير ولا الأب اعترافها مش ممكن ده اسرار السواح لا نستطيع ان احنا نقولها للناس وخدوا يعيني برا ومشي برا الدير وصامت ما يتكلمش كعادة النساك لغاية لما توهوا في الجبل وبعدين ابتدى هو واصحابه يتقابلوا وابتدوا ينكتوا ويهزروا قالوا ده مش شغل السواح قالوا له تحكم عليك وخرجناك من الدير بعد كده سابوه في الجبل عشان يموت فربنا حافظ عليه وصار أحد السواح يأتونكم بسياب الحملان ده مر الشيطان جهل واحد وقال له الرب اختارك ليرفعك في مركبة في السماء مثل إليه وهتجيلك المركبة عشان تاخدك يجيب له حاجات من حاجات فانتاستيك يسموها فانتاسات يعني حاجات خيالية وياخده يحط يطلع من الجبل يروح حطت رجله يلاق نفسه في الهواء ينزل حتا من حظ هذا الراهب من توفيق الله انه زاره أب اعترافه قال له يا بويا معرفش كلمة اعترف بها ليك ولا لا يعني برضو المجد الباطل حسن تقول قال له ايه قال له خلاص انا هصعد للسماء تصلي من اجلي قال له صلي من اجلك تعالي يا بدي انت ادخوا عليك الشياطين ولا ايه السماء ايه فوق لنفسك قال له لما يجيبوك بالمركبة اوعى تركب معاه اوعى هيضيعوه وفعلا كانوا الشياطين ولا مركبة زهبية ولا إليه ولا حاجة ممكن الشيطان يأتي كهيئة ملاك من نور ويستطيع انه يخدع الناس رؤى كاذبة وأحلام كاذبة لذلك احترسوا مش اي واحد يقول اصلا جاني حلم كذا وجاتني رؤية كذا وظهر لي انبى فلان في الحلم وظهر لي الملك فلان في الحلم ويقودوا بالاحلام احترسوا من ان تقادوا بالاحلام لان ليس كل حلم من الله تقول ده ملاك وهو الشيطان ممكن يظهر بحيئة ملاك الدسين ممكن يظهر بحيئة الدسين ده مرة راح بماشي في السكة وبيصلي فبص لقى اثنين ملايكة حواليه فلم يرفع نظره ليبصر واحد منهم وقال مين انا لا ملاك ولا عرس ملايكة يفصلني عن محبة المسيح ومر راحب قالوا الشيطان في هيئة ملاك وقال له انا جبرائيل الملاك ارسلت اليك قال له لعلك ارسلت الي غيري واخطأت الطريق اما انا فراج الخاطي لا استحق ان يظهر لي ملاك فمن اجل توضع الشيطان انحلوا مشي فاحترسوا من الرؤى الكاذبة ومن الاحلام الكاذبة ومن المعلمين الكاذبة يأتونكم بسياب الحملان وهم زئاب خاطفة بيقول يأتونكم لانهم بيروحوا للبيوت ويفتقل ويقولوا بنقول كلمة ربنا ويعلموا تعليم غريب ويجيب لك رسائل من الله احترزوا من الذين يأتونكم ان ما كانش حد مرسل من الكنيسة ومعروف بالزبط اتدخلوش البيت انت عارف مين اللي جاي لك احترزوا من الناس كيف يكون هذا الاحتراس من الناس ازاي كيف ممكن انك انت بالحكمة والافراز في اشخاص عندهم حكمة بيستطيعوا يميزوا صوت الله من غيره ويميزوا الرؤية الصادقة من الرؤية الكاذبة ويميزوا المعلمين السميمين من المعلمين الكاذبة بالحكمة والافراز بالقراءة الكثيرة بالدراسة كويس انكم فترة الصيف او بدأتم يريد يكون لكم برنامج قوي في الدراسة والقراءة املأ عقلك بالمعرفة وبالفهم وبالآيات يريد كل عقيدة من العقائد تكون حفظ لها مجموعة من الآيات مالية قلبك وعرف شواهدها اي واحد يكلمك تطلع الآية على طول في ناس اقوياء في المعرفة لو اي واحد يكلمه على طول يطلع الآية حفظوا احنا جاي وقت من الاوقات قالوا خليكوا في الروحيات والعقائد دي حاجات جافة وما بتعزيش فالناس عشان يتعزوا قعدوا يخشوا في العزات الروحية وسابوا الآيات وسابوا العقائد اول ما سابوا الآيات والعقائد قاتلهم الطواقف الاخرى بالآيات والعقائد لقوهم فضيين ومش مستعدين وميعرفوش يردوا لكن انتم متبقوش كده لازم تكونوا حفظين يريد نعمل برنامج كده لحفظ الآيات ولو ورق مطبوع اعملهلكوا وادهلكوا كل عقيدة عليها كذا آية كذا آية كذا آية وان الدهلكوا تحفظوهم يريد أولادنا في مدرس الأحب برضو نحفظهم آيات برضو في العقائد مش الواد تقول له حفظ ايه اكتر واد حفظ يقول لك الله محبة انا هو الراعي الصالح انتم نور العالم كلها بس آيات روحية ليه ما تعلمش الأولاد آيات في العقيدة تحفظوا من آمن واعتمد خلص تحفظوا من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيه وأنا فيه تحفظوا اعترفوا بعضكم على بعض بالزلال حفظوا حفظوا آيات حفظوا أمريض أحد بينكم فليدعوا قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويتنوا بالزيل وصلاة الإيمان تشفي المريض وإن كان قد فعل خطية تغفر له حفظوا آيات احفظوا آيات وحفظوها الأمهات والآباء في البيوت لازم يحفظوا أولادهم الأولاد دون هيخرجوا للمجتمع البراني له حروب من برة لازم يكون حافظ لازم يكون حافظ آيات الأمة تحفظ وتحفظ ابنها والأب يحفظ ويحفظ ابنه والأخوة في البيوت يحفظوا ويحفظوا أولادهم وأنا ممكن أسأل أي أمة وأي أب حفظت ولادك إيه حفظت بناتك إيه كونوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم حصنوا أولادكم بالحفظ بالقراءة بالمعرفة كل شوية والتاني وانتوا قاعدين في البيت أهو الحديث يتطرق إلى كلمة دينية تقلوها إلى عقيدة تقلوها إلى سيرة إديس تقلوه تبتدي تعرفوا أولادكم لازم يكونوا كنز من المعارف فاهمين كل حاجة ما تطلعوش أولادكم ضعفة مش فاهمين تقول ابني الحمد لله ولد كويس جداً بينجح كل سنة وما بيسقطش طب بينجح في العلوم لكن في حياته الدينية هو ناجح ولا لا حافظ ولا لا يرد بالآيات ولا لا ربنا هيسأل كل أم في السماء كده يشعلقها كده قوة وتخاف إذا كنتوا بتخافوا بصلحوا نفسكوا قبل أن تأتي الساعة يقول لها تعالي ابنك عملت فيه إيه حفظتيه إيه تقول ده أنا وكلته وشربته والوضع أكده يعني الحمد لله يقول لها إيه اللي حفظتيه والأب يقول له شوف في سفر التسنيق صح 6 بيقول إيه لتقن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم قصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك لما ربنا يمسك الأب ويقول له حفظت ابنك إيه قصها على أولادك دي نفست الآية دي ولا ما نفستهاش تكلمت بها في بيتك نفست الآية دي ولا لا تقول له دي أنا ابني تخرج وراح كل إيه تلتب يقول لك سيبك من الشغل ده أنا بكلمك ابنك حافظ ولا محافظ من الآيات بتاعت الكتاب أنا خايف تكونوا بتسمنوا أولادكم وتخرجوهم وتضمنوا حياتهم المادية وتفكرون إن هذا هو كل وظيفتكم في الحياة لا لازم تربوا أولادكم في مخافة ربنا وفي العقيدة وتحفزوهم يريد أيضا يكون من ضمن الحاجات الشخص اللي مش عارف يستشير عشان كده وجدت معلمون في الكنيسة أي حد يجي لك يجيب لك تعليم غريب شاور قل إيه رأيكم في التعليم ده ابحث ابحث اقرأ لكن أي كلام يجي لك تمشي وراه لحاجة تكسف لازم تكون عارف وحافظ وفاهم ومن هنا جاءت أهمية التعليم وأهمية الحفظ في الكنيسة طبعا أنا كلمتكم عن الروحيات كتير وما زلت أكلمكم لكن لازم برضو أكلمكم عن التعليم الصحيح وعن الإيمان السليم وعن العقيدة السليمة وعلى أنكم تربوا أولادكم التربية التي تضمن ليهم أنهم مش بس يبقوا أولاد كويسين في حياتهم الروحية إنما أيضا يكونوا أولاد ثابتين في العقيدة بتاعتهم شوفوا هقول لكم مثل بسيط في بلاد شيوعية لا يسمح فيها بالتعليم إطلاقا خالص ولا وعظ ولا تعليم ولا مدارس أحبا والمسيحيين بيبقوا مسيحيين أقوياء إزاي البيت الأم في البيت لتعلم الوقت مفيش أسيس بيقدر يخش البيت لكن الأم دخلة طبيعي تمسك ابنها وتعلمه كلام ربنا يطلع الوقت ثابت في إيمانه مع أنه مفيش تعليم مفيش تعليم دين الأب كل ما عنده من معلومات يسلمها الأولاد يطلع أولاد تمام أقوياء أنت طبعا لما بتروحوا تعترفوا بتقولوا كده ابن حلفناش تمنا صمنا ما صمناش هل فيك واحد وهو بيعترف بيعترف على تعليم أولاده وتربيتهم التربية العقيدية السليمة هل فيك حد بيعترف أنه لم يعطي الإيمان لأولاده كما ينبغي أحسن مثل بقوله للناس باستمرار أم موسى النبي يدوب خدته من الأميرة الفرعونية ثلاث سنين أربع سنين على بل ما قدر يمشي على الرجله وسلمته ليه ولكن سلمته مليان إيمان الإيمان اللي قاعد بقف أصر فرعون مليان بالعبادات المصرية القديمة ولا اهتز موسى مش طلع بس شخص مؤمن طلع بطل من أبطال الإيمان يريد كل واحدة فيكو تبقى زي أم موسى اللي انتم متعرفوش اسمها جايز اسمها يوكابت فتبقوا تحفظوه وتعملوا بالشكل ده يطلعوا أولادكم وزي ما بقول للأمهات بقول للأم الطفل بتاعك بيقضي ساعة في مدرس الأحد في الأسبوع وبيقضي مية سبعة وستين ساعة معاك بتعمليلوا ايه في المية سبعة وستين ساعة بس يا واد اسكت يا واد امشي يا واد ارجو انكم تربوا أولادكم في مخافة الله نكتفي بكده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر